موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير أبنائي طلبة الصف السادس الأساسي أهلا وسهلا بكم في حصتنا لهذا اليوم نستكمل بها بقية دروس اللغة العربية في باب المثنى دعونا معا نحلل هذا الدرس معا في باب المثنى الاسم في اللغة العربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث العدد ماذا تشاهدون في الصورة ابناء الطلبة؟ نشاهد أن هناك ماذا؟ ولد واحد فنعبر به في اللغة العربية بأنه مفرد أي أنه شخص واحد أما النوع الثاني من حيث العدد فهو مثنى نشاهد معا طفلان اثنان فهو مثنى أما النوع الثالث نشاهد معا مجموعة أطفال يبتسمون فالنوع الثالث من حيث العدد هو الجمع والجمع ينقسم إلى جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وهذا ما ستأخذونه بإذن الله في الدروس القادمة معا بداية أبناء الطلبة نطرح عليكم سؤالا ونقول ما هي علامات الإعراب الأصلية في اللغة العربية؟ توجد في اللغة العربية علامتان للإعراب الأولى تكون علامة أصلية وأخرى علامة فرعية فالعلامات الأصلية في إعراب اللغة العربية هي الضمة والفتحة والكسرة إذن العلامات الأصلية في اللغة العربية هي الضمة والفتحة والكسرة فالضمة تكون للرفأ فلا نستطيع أن نقول مثلا فاعل أو مبتدأ مرفوع بالفتحة أو مبتدأ أو خبر مرفوع بالكسرة وإنما تقول مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره أما الفتحة فتكون للنصب فتكون في النصب فتذهب للمنصوبات في اللغة العربية وهي المفاعل المفعول به المفعول لأجله وبقية المفاعل كالمفعول المطلق وغيره أما الكسرة فهي علامة للجر هذه هي العلامات الأصلية التي يجب أن نتذكرها دائما فالعلامات الأصلية إذن الضمة للرفأ والفتحة للنصب والكسرة للجر هذه الحروف أو العلامات عفوا الأصلية ننتقل بعد ذلك إلى العلامات الفرعية في اللغة العربية العلامات الفرعية العلامة الأولى وهي الواو وتكون مختصة للرفع إذن الضمة هي العلامة الأصلية تقابلها في العلامة الفرعية الواو فالواو تكون علامة رفع جمع المذكر السالم فنقول المعلمون مخلصون أما في حالة الإفراد فهو معلم واحد أما في حالة التثنية معلمان وفي حالة الجمع المعلمون لأنها جاءت مبتدأا مرفوعا بالواو والنون لأنها جمع مذكر سالم وهذا ما ستأخذونه بإذن الله في الحصص القادمة أما العلامة الفرعية الثانية فهي الألف وتذهب للمثنى علامة رفع المثنى فنقول التاجران صادقان فهنا الألف والنون جاءتا على تدلاني على الرفع لأن التاجران هنا جاءت مبتدأا مرفوعا بالألف لأنه مثنى وكذلك كلمة صادقان فهي خبر للمبتدأ ونحن نعلم بأن المبتدأ والخبر دائما يكونان مرفوعا بالضمة في حالة الإفراد أما الآن في حالة التثنية فتصبح ماذا التاجران صادقان إذن الألف هي علامة للنصب أما العلامة الثالثة فهي الياء فهي علامة النصب وجر المثنى وجمع المذكر السالم فالمثنى وجمع المذكر السالم يشتركان في العلامة الفرعية وهي الياء في عملية النصب والجر فنقول في المثنى احترمت الضيفين احترمت الضيفين هذا في حالة التثنية وفي حالة النصب للمثنى تصبح الياء والنون هي العلامة الفرعية إن المبدعين ثروة حقيقية أما في حالة التثنية استعنت بالكتابين أبتعد عن المتخاذلين فهنا جاءت الياء كعلامة فرعية تنوب عن العلامة الأصلية وهي الياء ننتقل بعد ذلك أبناء الطلبة لتحليل هذه الصور ماذا تشاهدون أمامكم إنه طفل يصلي فهو مسلم الصورة الثانية مسلمان إذن مسلم مفرد مسلمان مثنى وهؤلاء المجموعة هم ماذا مسلمون أو نقول مسلمين على حسب موقعها في الجملة حسب موقعها في الجملة إذن لو أردنا أن نصيغ تعريفا للمثنى فنقول أن المثنى هو ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع ويأو نون في حالتي النصبي والجر نعيد مرة أخرى أن المثنى هو ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع ويأو نون في حالتي النصبي والجر تحذف أيضاً نون المثنى عند الإضافة لاعبتاء التنسي باهرتان لاحظ أن النون قد حذفت وذلك بسبب الإضافة لاعبتاء التنسي باهرتان طالباء العلمي مشتهدان طالباء العلمي مشتهدان حذفت النون هنا عند الإضافة إذن علامة رفع المثنى تكون الألف والنون أما النصب والجر فتكون الياء والنون في حالتي النصب والجر ولكن هذه النون تحذف عند الإضافة تذكروا دائماً هذه المعلومة الآن سوف نأخذ مجموعة من الأمثلة على المثنى هيا معاً نشاهد هذه الصور ماذا تشاهدون في الصورة؟ الطالبان نجحا في المسابقة الطالبان نجحا في المسابقة فالطالبان هنا تعرب مبتدأاً مرفوعاً وعلامة رفعه الألف والنون لأنه مثنى شاهدت الكوكبين شاهدت الكوكبين إذن هنا الكوكبين وقعت ماذا؟ مفعولاً به فشاهد فعل ماض والتاء هنا تاء الفاعل والكوكبين مفعول به منصوب بالياء والنون لأنه مفعول به هذه الصورة التي أمامكم كان الملاكمان ماهران كان انتبه هنا جيداً أبناء الطلبة قد تأتي النواسخ وتؤثر على علامات الإعراب سواء كانت كانة وأخواتها أو إنها وأخواتها كان الملاكمان ماهرين نحن نعلم أن جملة كانة وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها فكان هنا فعل ماض الملاكمان هنا اسم كان مرفوع بالألف لماذا؟ لأنه مثنى لا نستطيع أن نقول كان الملاكمين لا أنه كان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ فترفع المبتدأ ويكون اسماً لها وتنصب الخبر ويكون خبراً لها فهنا علامة الرفع في المثنى تكون الألف والنون وكذلك هذه الصورة فرحت بالهديتين فرحت بالهديتين لاحظ الهديتين جاءت منصوبة بالياء والنون لماذا؟ لأن حرف الجر التسق بالكلمة فأثر عليها فنقول فرحت بالهديتين الباء حرف جر الهديتين اسم مجرور وعلامة جره الياء والنون لأنه مثنى لاحظ هنا دخول حرف الجر وتأثيرها على الكلمة فأصبحت الكلمة مجرورة بالياء والنون لأنها مثنى أما الصورة التي بعدها نلاحظ تقرأ الطالبتان في الكتابين لاحظ تقرأ الطالبتان في الكتابين تقرأ فعل ماض والطالبتان فاعل لأنه هما الاثنتين تقرأان فعلامة رفع الفاعل هنا الألف لأنها مثنى في حرف جر الكتابين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه اسم مجرور فينصب بالياء والنون لأنه مثنى دعونا الآن ننتقل أبناء الطلبة إلى إعراب المثنى فيا ترى كيف يعرب المثنى وكيف يكون في حالاته المختلفة إعراب المثنى لدينا مجموعة من الجمل سوف نحللها معا بإذن الله تقرأ الطالبتان في الكتابين شاهدت الكوكبين فرحت بالهديتين الطالبان نجحا في المسابقة مدينتا القاهرة وبغداد منارتان للحضارة الإسلامية فدعونا معا أبناء الطلبة نحلل هذه الأمثلة معا هنا الكلمة التي تدل على التثنية هي الطالبتان كلمة الطالبتان ما مفرد طالبتان طالبة ما التغيير الذي طرأ في بنية هذه الكلمة نلاحظ هذه الكلمة كيف تغيرت أو ما هي الزيادة التي طرأت عليها من طالبة إلى طالبتان طبعا تم إضافة الألف والنون في حالة التثنية فطالبة واحدة أما إثنتان فنقول طالبتان إذن التغيير في بنية الكلمة أننا أضفنا فيها الألف والنون فيا ترى ما هو إعراب كلمة الطالبتان تعرب كلمة الطالبتان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى فالطالبتان هنا فاعل لأن سبقها ماذا فعل فالطالبتان هما اللتان قرأتا الكتابين ننتقل بعد ذلك إلى المثال الذي بعده شاهدت الكوكبين الكلمة التي تدل على التثنية هي الكوكبين مفرد الكوكبين هو كوكب ما التغييرات التي طرأت على بنية الكلمة أنتم الآن تشاهدون هذا العرض أو في هذه الأمثلة نعمل مقارنة ما بين الكلمتين فنقول كوكب وكوكبين ما التغيير التي طرأت في بنية الكلمة هي ماذا إضافة ياء ونون طيب لماذا أضيفة ياء ونون كوكب كوكبين لأن الكوكبين تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه لياء لأنه مثنى دائما نتذكر المعلومة التي أخذناها سابقا بأن المثنى يرفع بالألف ونون وينصب ويجر بالياء ونون فرحت بالهديتين الكلمة التي تدل على التثنية هي الهديتين مفرد كلمة الهديتين هي هدية التغيير في بنية الكلمة إضافة ماذا ياء ونون لماذا أضفنا ياء ونون دائما نشاهد الكلمة التي قبلها وكذلك في أسئلة الاختبارات بالنسبة أعرب ما تحته خط دائما الكلمة التي قبلها قبل الكلمة التي تحتها خط تؤثر عليها في عملية الإعراب فعلينا أن نركز جيدا فلماذا أضفنا ياء ونون طبعا لأن كلمة الهديتين سبقت بماذا بحرف الجر سبقت بماذا بحرف جر وهو الباء لأنه اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى ننتقل للمثال الذي بعده الطالبان نجحا في المسابقة الكلمة التي تدل على التثنية فهي الطالبان مفرد الطالبان طالب التغيير الذي طرع على بنية الكلمة هي إضافة ألف ونون لاحظ أن كلمة الطالبان جاءت هذه الكلمة في البداية عندما يأتيني في الاختبار أول كلمة أعرب ما تحتها خط إذا كانت الكلمة في بداية السطر رأسا في بداية السطر أحلل هذه الكلمة هل هي اسم أم فعل أم حرف فإذا كانت الكلمة اسم فقد تكون مباشرة إعرابها مبتدأ لأن نبتدأ بها الكلام وقد يأتي فعلا فإذا كانت فعلا نبحث عنها بتعمق هل هي فعل الماض أم فعل المضارع أم فعل أمر فيختلف الإعراب بذلك وهكذا يتكون يا ابن الطالب وابنتي الطالبة أنكم أجبتم على الإجابة الصحيحة فكلمة الطالبان هي اسم وقعت في بداية الكلام رفع بالألف ونون لأنه مثنى إذن الإسم الذي يقع في بداية الكلام يسمى مبتدأ إذن هو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى مدينتاء القاهرة وبغداد منارتان للحضارة الإسلامية إذن عندي أول شيء الكلمة مدينتاء مدينتاء القاهرة وبغداد منارتان للحضارة الإسلامية مدينتاء مفردها مدينة طيب لماذا لم نقل مدينتان هذا ما أخذناه في الشريحة الماضية فسببها طبعا هي الإضافة دعونا نحلل هذا المثال مدينتاء مفردها مدينة التغيير في بنية الكلمة هي إضافة الألف وحذفت النون عند الإضافة حذفت النون عند ماذا؟ عند الإضافة أما عرابها فالتعرب هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعي الألف لأنه مثنى وهو مضاف فمدينتاء لو تعمقنا في هذه الكلمة هل هي اسم أم فعل فهي إيش؟ اسم ووقعت فيها بأول الكلام هي رأس مبتدأ أما الكلمة الثانية فهي منارتان ومفردها منارة التغيير في بنية الكلمة هي إضافة ألف ونون أما عرابها فتكون خبرا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى هذا بالنسبة أبناء الطلبة للمثنى بأنه يرفع بالألف والنون وينصب ويجر بالياء والنون هناك كلمات أبناء الطلبة وملحقات تلحق بالمثنى وتعرب إعراب المثنى سواء كان بعملية الرفع أو النصب والجر دعونا أبناء الطلبة نأخذ هذه الملحقات التي يجب أن تعلموا عملها كيف يكون مع المثنى فملحقات المثنى فنقول الطالبان كلاهما ناجحان الطالبان كلاهما ناجحان فكلمة كلاهما تدل على المثنى فهي من ملحقات المثنى يجب عليك حفظ هذه الملحقات لتضيفها إليك عملية الاستخراج خاصة في الأسئلة الاختبارات بعض الأحيان يأتيك سؤال استخرج مثنى فإذا حصلت على الملحقات فهي تعتبر إجابة صحيحة وبعض الأحيان يطلب منك السؤال بذكر هذه الملحقات إذن الطالبان كلاهما ناجحان الطالبان كلاهما ناجحان صافحت المتسابقتين كلتيهما إذن عندي كلا وكلتا فهنا كلاهما وكلتيهما هنا هذا الضمير هما تدل على المثنى فالأصل في الملحق هي كلمة كلا وكلتا بالنسبة للمؤنث كلا وعما كلا للمذكر صافحت المتسابقتين كلتيهما وقرأت قصتين اثنين في المكتبة قرأت قصتين اثنتين اثنين عفوا في المكتبة قرأت قصتين اثنين في المكتبة واشترك في الرحلة اثنان من الطالبان اشترك في الرحلة اثنان من الطلاب هذه الكلمات كلها تدل يا ابناء الطلبة على المثنى وتسمى بملحق للمثنى لأنها تلحق بالمثنى في الاعراب وتعامل معاملة المثنى ايضا لدي كلمة القمرين القمرين هما ماذا الشمس والقمر الأسودين هما التمر والماء الأبوين هما الأبو والأم فهنا تعامل هذه الكلمات معاملة المثنى ولكن سبب تسمية القمرين الأسودين الأبوين يسمى في اللغة العربية بالتغليب فالقمرين هنا دلالة على القمر فالقمر أكثر شدا من الشمس والأسودين هما التمر والماء وسمي الأسودين نسبة إلى التمر لسواده فلذلك يسمى هذا التغليب الأبوين هما الأبو والأم فالأبوين تدل على المثنى بالتغليب للأب فنقول الأبوين للدلالة على الأبي والأم إذن أبناء الطلبة نستنتج لدرسنا لهذا اليوم بأن الإسم بالنسبة لدلالته العددية إما أن يكون مفرداً وإما أن يكون مثنى وقد يكون جمعاً وهذا ما ستأخذونه بإذن الله في الحصص القادمة أما بالنسبة للمثنى فملحقاته تكون كلمة كلا وكلتا واثنان وأيضاً كلمة اثنتان كلا للمذكر وكلتا للمؤنث واثنان واثنتان هذه تسمى بملحقات اللغة العربية بالنسبة للمثنى الخلاصة لهذا اليوم نقول أن المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصبي والجر وتحذف نون المثنى عند الإضافة كما أخذنا في الأمثلة السابقة بأن النون تحذف عند الإضافة مثل ما قلنا مدينة القاهرة والمدينة الأخرى فهنا مدينة تحذف النون عند الإضافة فإذا لا بد أن نطلع عليها أبناء الطلبة بأن المثنى ملحق ويلحق بإعراب المثنى ما دل على اثنين لا مفرد لهما من لفظهما إذن ما دل على اثنين لا مفرد لهما من لفظهما مثل اثنان واثنتان فلا يوجد هنا اثنان لا يوجد لها مفرد واثنتان لا توجد لها مفرد وكذلك كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير فلا يوجد لها مفرد عند ذلك نعربها إعراب المثنى فتأخذ جميع صلاحيات المثنى في الإعراب سواء في الرفع أو في النصب أو في الجر اثنين المثنيات التي لا تفرد ولا تجمع المثنيات التي لا تفرد ولا تجمع مثل القمران الشمس والقمر والثقلان الإنس والجن والأسودان كما أشرنا وهو التمر والماء وأيضا الأبوين وهو الأب والأم هذه الكلمات لا مفردة لها ولا جمع فلا نستطيع وجود لا يوجد جمع لكلمة القمران وكذلك الثقلان وكذلك الأسودان بعد ذلك أبنائي الطلبة ننتقل إلى النموذج من الاختبار سنأخذ نموذجا على الأسئلة التي تأتي في الاختبارات التطبيقات اللغوية أقرأ الفقر الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها لبر الوالدين فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى فهو يدخل صاحبه الجنة وينجيه من مصائب الدنيا والعقلاء من يعرفون قيمته ويحرصون عليه فلا تكن من المضيعين والمضيعات له طبعا في السؤال الأول كما طلعتم على أسئلة الاختبارات بالفصل الأول يأتي وهو استخراج من الفقرة السابقة جمع تكسير وهذا ما سنأخذه بإذن الله في الحلقات القادمة وكذلك جمع المؤنث السالم الذي يأتي بعد جمع المذكر السالم السؤال الثاني أعرف ما تحته خط في الفقرة السابقة والكلمتان هما الوالدين والمضيعين الوالدين لاحظ هذه الكلمة الوالدين إذن تدل على ماذا على التثنية إذن تعرب كلمة الوالدين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى لبر الوالدين لبر اللي هي المضاف والوالدين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى حول ما تحته خط في الجملة الآتية من المفرد إلى المثنى وغير ما يلزم ركب الطفل الدراجة الآن مطلوب منك تحويل هذه الكلمة التي تحتها خط وهي الطفل من مفرد إلى مثنى ركب الطفل الدراجة نقول ركب الطفلان الدراجتين طيب لماذا قلنا الطفلان ولم نقول الطفلين نلاحظ أن الكلمة التي سبقت الفراغ كلمة ركب ركب هي فعل إذن تدل على فعل ليست اسمها ركب الطفلان الدراجتين فركب فعل والفعل يحتاج إلى الفاعل والفاعل دائما يكون مرفوعا بالضمة في حالة الإفراد أما في حالة التثنية كما أخذنا اليوم بأنه يرفع بالألف والنون في حالة الرفع فالطفلان هما يقعان تحت الفاعل فهما الذين قاموا بركوب الدراجتين ركب الطفلان الدراجتين أبناء الطلبان نستلخص بشكل عام ما أخذناه اليوم فنقول أن المثنى هو ما دل على اثنين يرفع المثنى بالألف والنون وينصب ويجر بالياء والنون وتحذف النون المثنى عند الإضافة وهناك كلمات تلحق بماذا؟ بالمثنى وتعرب عراب المثنى وتعامل معاملة المثنى وهي كلا وكلتا واثنان واثنتين إلى هنا أبناء الطلبة نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم التي كانت تحمل درسا مهما وهي المثنى وهو درس المثنى وهو درس استكمالي لبقية الدروس بإذن الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه على أمل أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة ومتجددة معكم نحو التمييز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر